لا تعد المكتبة العامة في مديرية طور الباحة المنهل المعرفي لأبناء المديرية والمديرية المجاورة فحسب بل مثلت واحة ثقافية لعدد من النازحين القادمين من المحافظات المجاورة هنا حيث يقضي محمد ياسين ورفاقه وقتا طويلا من يومهم بعد رحلة النزوح لينهل من معارف المكتبة الزاخرة بمئات العناوين الشيقة بعد أن نهبت بعضها إبان حرب صيف 94 نتمنى من الجهات المختصة مثل الأخ وزير الثقافة ومحافظة المحافظة وكل المنظمات الدولية بلفتة كريمة ورفض المكتبة بالكتب وعادة الخدمات التي انقطعت مثل الكهرباء والماء وخط الهاتف إضافة إلى انقطاع المخصص التعاقدي الذين عاني أنا والأخ حارس المكتبة منذ ستة أشهر ولا حد الآن على الرغم من كونها المكتبة الثانية في محافظة لعج وتشرف عليها الهيئة العليا للكتاب إلا أنها تشهد نقصا حادا في عناوين الكتب والاحتياجات الأخرى كالميزانية التشغيلية والكهرباء بالإضافة إلى تعرضها للاعتداءات المتكررة على متنفساتها الخلفية من قبل بعض المتنفذين وتحويلها إلى مستودع للأحطاب الصالة الخلفية للمكتبة تتعرض لاعتداءات من قبل المتنفذين ويدعون أنها من أمناكهم ونحن ندعي الدولة وندعي المنظمات وندعي كل أبناء المديرية والمديريات المجورة للتضامن مع هذه الصالة وكونها متنفس القراء هذه الصالة تم تخطيطها تسوير سور وبرندا من قبل الهيئة ولحد الآن لم يتم تنفيذ أي مخطط تراجع هذا الصرح المعرفي عن دوره التنويري على الرغم من الحاجة المتزايدة له مقابل النقص الحاد من احتياجاته يدفع بمرتاده إلى توجيه مناشدة للجهات الرسمية والمؤسسات الثقافية المحلية الدولية للتدخل والاهتمام بالمكتب وتزويدها بالخدمات باعتبارها وجهة ثقافية وعلمية للأجيال